السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد على قناة منصة اي جي انكس وهنشرح في الفيديو ده ازاي نقدم على التدريبات اللي بتنزل من شركة ايفا فارما سواء كانت تدريبات صحيفية او تدريبات خرجين وحتى الوظيف فكميثال عندنا تدريب محلل مالي ده للخرجين فاتعالوا نشوف التفاصيل مع بعض فكميثال عندنا تدريب محلل مالي في شركة ايفا فارما فهننزل تحت شوية نشوف التفاصيل فهنا درجة بكاليريوز في المحاسبة ولازم تكون قسم انجليزي دفعة 2023 الخبرة اللي عندك من زيره لست شهور فمش مطلب خبرة خالص هو تدريب خرجين وعلشان تشوفوا بقية الفرص اللي بتوفرها شركة ايفا فارما فهتشوف التفاصيل من هنا وهتلاقي عندك هنا بقية الوظائف عندك اخصائي تخطيط واخصائي مشتريات تبدأ تقدم على الوظيفة المناسبة لها ولكن احنا نقدم على التدريب ده لو فاتح من على الكمبيوتر هتلاقي زرار قدم الآن موجود هنا على الشمال ولو فاتح من على التليفون فمهما تنزل فيه الصفحة هتلاقي زرار مسبت أسفل الصفحة فهتضغط على زرار قدم الآن هيفتح معك موقع التوظيف الرسمي بتاع ايفا فارما وطبعا التفاصيل دي هي اللي كانت مكتوبة في الموقع عندنا بس باللغة العربية فهنتضغط هنا على ابلاي ناو فلازم نعمل حساب جديد كريت اكاونت من هنا فعلشان يقيم له معنا البيانات على طول فنرفع له السيفي بتاعنا والسيفي كده بيرفع معنا بالشكل ده كده تمام استخرج البيانات فبعد كده هننزل على الباسورد وبعد كده بنحدد تاريخ الميلاد ودي هنسيبها زي ما هي في حالة ان انت مش موظف في شركة ايفا فارما ومن هنا هتبدأ تختار له اي حاجة من دول وليكن مثلا اذر وتكتب اسم الموقع بتاعنا اي جي انكس بلات فور وتختار هنا اي اكسبت وتدوس كريت اكاونت فاول حاجة بنعملها ان احنا نعمل تفعيل او اكتف للاميل بتاعنا فهنلاقي رسالة على الجيميل بتاعنا ان احنا نفعل الاكاونت فجتلنا رسالتين الرسالة الاولى دي هو بيشكرك على التسجيل فاحنا محتاجين رسالة تانية بتاع كونفيرم يور ايميل فهنضغط على كونفيرم ايميل وبكده يكون الايميل بتاعنا اتفعل فهنكتب الايميل وبالباسورد عشان يفتح معنا الايميل وهيفتح معنا الحساب بالشكل ده وطبعا لازم نكمل الخنات دي بحيث نقدر نقدم على التدريب اول حاجة معنا هنا التارجت جوب هندوس على علامة القلم دي ونبدأ نكتب التارجت جوب بتاعنا لو خدوا غلط من التفي فتبدأ تكتبها وليكن مثلا اكاونتنت والجوب لوكيشن من هنا هتختار ايجيبت وحالة التوظيف اللي انت عايزها ممكن تحددهم كلهم او تسيبها فاضية كده كده دي مش حاجة اساسية الحاجات الاساسية بس اللي جنبها نجمة باللاحمر زي كده فهنا التارجت منتلي سالاري حابب يكون السالاري بتاع الكام وليكن مثلا ستة زي كده واللاست نت سالاري ممكن تخليه زي ما فيش اي مشكلة وتضغط على سيف كده الجزء بتاع التارجت جوب المفروض ان هو اكتمل ونبدأ نخش على البرسونال انفورميشن والحال الاجتماعي من هنا ستختاره على حسب حالتك والجندر تبدأ تختار ذكر ولا انت والتاريخ الميلاد مكتوب والنشوناليتي تكتب هنا ايجبت ولو معك رخص القيادة هتخليها ايس بعد كده تضغط على سيف بعد كده نقش على الكنتكت انفورميشن تكتب هنا ايجبت والسيتي تكتب هنا المحافظة بتاعتك وتكتب هنا الادرس بعد كده تضغط على سيف نأتي هنا عند الاسبريانس فنبدأ نعدل ال البيانات النقصة نضيف هنا مثلا الوكيشن ايجبت ونضيف برضو الاسبريانس مش لازم نضيف العنوان والكامباني اندستري هنا مش مكتوبة برضو الجوب رول من هنا بتختارها برضو بعد كده بتضغط على سيف بعد ما بتعدل كل الخبرات بتاعتك والحاجات اللي نقصة فيها بتيجي عند الاسبريانس وتضغط على علامة الالم وهنا بتكون مختار راتشلر ديجري والميجور بتاعتك هنا بتختاره وممكن يبقى كتبوا غلط من والكانتري بتضيفها وبتضيف السيتي برضو لو انت حايت بتضيفها وتريك التخرج بتاعك او التاريخ المتوقع وفي الغالب بيبقى شهر سبعة وتحط السنة المتوقع التخرج فيها وهنا اسم مدرسة السنوية وبعد كده بتكتب اسم الجامعة بتاعتك وهنا بتكتب التقدير بتاعك بعد كده بتضغط على سيف وبكده يكون البروفايل بتاعنا اكتمل وجلنا هنا انه هو وصل معنا لستة وتسعين طبعا لو احنا حابين نوصله 100% فهنليه عندنا هنا Suggested CV Sections ومثلا لو كتبنا الحاجات اللي نقصه في Experience فهنزود 4% لو ضيفنا الصورة هتزود معنا 4% فممكن نضيف صورة مثلا وضيفنا صورة بالشكل ده ونضغط على Upload وبكده وصل معنا 100% وبكده يكون كمنا البروفايل بتاعنا وكمان عالجنا الحاجات اللي جايب لنا عليها Suggested بحيث ده بيزود فرصتنا في اللي بول سواء بنقدم على تدريب او على وظيف وعشان نرجع لي التقديم بتاعنا هيرجع لي الموقع بتاعنا ونضغط على قدم الان ونضغط على Upload Now واحنا عاملين تسجيل دخول هيفتح معنا صفحة التقديم على طول والتقديم هيبقى بسيط جدا مجرد ان احنا نكتب الكافر لتر بس وبعد كده بنعمل Upload Now وبكده يكون قدمنا مهمة جدا خطوة الكافر لتر دي وكمثال ده كده كافر لتر وعلشان نخلي الكافر لتر متسايف عندنا على الموقع فها بنكتب له اسم وليكن مثلا ده هيبقى Accounting Cover Letter بعد كده بنضغط على Upload Now ويكون قدمنا بشكل صحيح وعلشان نشوف الحالة بتاعتنا فهنضغط على من هنا وبعد كده هنروح ل هنلاقي التقديم بتاعنا وهنلاقي هنا اي حاجة جديدة هتتحدث وطبعا كده كده هيبعتوننا على الايميل لو فتحوا او قبلوا بتاعتنا وتعال نروح لسيرش بتاع الوظائف كده ونروح لأدفانس سيرش من هنا ونكتب هنا الكيوورد لو احنا حابين نكتب كيوورد بس هنسابها فاضية وهنكتب هنا Job Location هنخليها ايجيبت Job Rule والIndustry والBosted Data كل ده هنسابهم فاضيين وهننزل عند Employment State لو احنا عايزين يجلنا التدريبات على الايميل بتاعنا او يجلنا الوظائف فنحددها من هنا وبرضو من Type هنخليها Inter وننزل تحت عند Save Search Section فنبدأ نكتب هنا وليكم مثلا ده هتبقى تدريبات ولو اخترنا من فوق Job Rule وخلناها Accounting فنقدر نكتب هنا ندي تدريبات المحاسبة واهم حاجة نختار هنا Send Job Alert to my email والأليرت فريكنسي نخليها زي ما احنا عايزين وليكم مثلا هنخليها ضيالي وبعد كده هندو Save and Search فأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفتوا ازاي تقدموا على اي فرصة تنزل من شركة إيفا فارما وما تنسوش تتابعوا السوشال ميديا بتاعتنا علشان يوصل لكم الفرص الجديدة اول بأول وكمان الـ Group Up بتاعتنا على فيسبوك هتلقوها موجودة هنا وعلشان تشوفوا بقية التدريبات او الوظائف اللي موجودة على المنصة بتاعتنا فتقدروا تضغطوا على اللوجو بتاعنا من هنا وتختاروا من النوع ان انتوا عايزين تدريب ولا عايزين وظيفة وليكم مثلا المحاسبة فتضغط على المحاسبة والمالية وتضغط بحث فدي كل التدريبات في المحاسبة والمالية على المنصة بتاعتنا تقدر تقلب بين الصفحات ولو حابب تختار في محافظة معينة تقدر تختار الدولة من هنا مصر تختار المحافظة بتاعتك من المحافظات دي بحيث تقدم على الفرص اللي في محافظتك بس فأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وما تسنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يجيلكم الفيديوهات الجديدة أول ما تتوفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته